كابتن عماد في البداية هل كنت مع تأجيل الدرع من 4 إلى 11 الشهر؟ هل تفجأت بالقرار ولا توقعته؟ لا كنا متوقعين لأن أغلب الأندية ما كان الوقت كافي للاستعداد يعني في فرق بدأت تدريبات منتصف الشهر الماضي فهي بحاجة أنه تعيد ترتيب أوراقها من النواحي الفنية ومن كافة النواحي حتى النواحي المالية لأنه زي ما بتعرف أنه عدد كبير من الأندية ممنوعي من التسجيل فهي المشكلة يعني موجودة ولسه بدأ حل قبل ما الفرق تقدر تدخل يعني أسبوع بفرق كابتن عماد؟ يعني أكيد بالاستقطابات بفرق بعدد المباريات الودية بفرق يعني مثلا إحنا كنادي أهلي كنا لعبين بدأنا تمريننا من 1 أربعة مثلا كنا لعبين مباراتين وديات الآن نقدر لعب أربعة مباريات يعني ندخل الدرع وإحنا على أقرب لأجواء المنافسة ماذا لما نحكي نبدأ بفترة متأخرة من الإعداد؟ ما كان الأولى أنه يتم الاتفاق بين الأندية على الموعد ويتم إعلانه مرة واحدة مثلا يعني مش إعلان 4-5 بعدها بفترة قصيرة لا نصير 11 لماذا كان في اتفاق قبل الإعلان حتى يكون يعني احترام من الوقت يعني إنه 11-5-11-5 نعم يعني كنا نتمنى يكون هناك تنسيق بين الاتحاد بين الأندية هذا الموضوع أكيد إحنا كنا نحبين الموسم يبدأ بطريقة إنه تكون واضح لأمره إنه ما فيه أي عرقيل نعم فلأنه كثير تأجيلات كثير تأخيرات فكنا نتمنى نبدأ الموسم بإعلان واحد بإعلان ثابت محدد باتفاق بين الاتحاد بين الأندية إنه موعد الدرع سيكون بـ 11-5 لكن للأماني الأندي كان لها رأي آخر نعم وليس الاتحاد فقط الأندي كان رأي آخر في تأجيل يعني كذل اتفاق على رأي واحد ويتم إعلانه هذا الأصل نعم لكن كان فيه مرعاة لأجندة المنتخبات الوطنية كان فيه مرعاة لأنه يعني فيه استحقاق فيه تجمعات المنتخبات الأولمبية أنا معكة أنا بقصد يعني هذا الأمور يتم التبحث فيها بين الاتحاد والأندي على الأجندة على الظروف على عدم القيد أكذا ويتم خروج بموعد محدد وخلص هذا البقصد يعني أكيد منظومة العمل في الكرة الاردنية بحاجة وبأمس الحاجة للعمل التشاركي نعم العمل التشاركي والمؤسسة بين الاتحاد والأندي يعني هي العملية بالنهاية متكاملة نعم يعني دائما بصراحة هو فيه تواصل وفيه اجتماعات دورية وفيه دائما يعني الاتحاد برس الكتب للأندي عشان تقدم المقترحات لكن نحكي للأمانة نعم وبكل صراحة ووضوح المشكلة المالية نعم يتعصف بالأندي إلها تأثير على كل الترتيبات فالأندي ربطت كثير من التعاقدات ومن علية العمل وتحديد المواعيد وتحديد البطولات بظروفها المالية وبظروف منع القيد والتسجيل نعم كابتن عماد في كل مكان أكيد الجواز الفردية هي محفزة لللاعبين للأنديا للمدربين لكافة أركان اللعبة فنتمنى إن شاء الله تفعيل أكثر في الموسم المقبل أيضا تفعيل هذه الجواز ويكون هناك جواز مالية معتبرة حتى نحفز اللاعبين على تقديم أفضل مديهم هذا يعود أكيد بالنفع وعلى مستوى الكرة بشكل عام أولا من بارك لكل الفائزين وصراحة عن جدارة واستحقاق ولفتة رائعة ولفتة يجب الاهتمام فيها والاستمرار فيها وتطويرها بتعمل حافز كبير عند اللاعب على المستوى الفردي عند المدرب عند النادي حتى على المستوى اللعب النظيف لكن نتأمل إن شاء الله في المواسم القادمة تكون الأوضاع المالية أفضل على مستوى الكرة ودنية وترتفع قيمة الجواز على المراكز المتقدمة حتى كمان يكون حافز لإحراز البطولات للفرق كافة هذا ما نتمنى إن شاء الله يكون هناك دعم وجواز محرزة كابتن حتى اللاعب يبدو الجهد الكبير إحنا البداية أول الغيث قطرة وكانت في الزمانات فيه كان جائز الأفضل لهداء فيه جواز مالية ثم عادت فيه أواخر الموسم الماضي نتمنى الآن الموسم القادم هناك استمرار وأيضا هناك جواز معتبرة حتى نحفز اللاعبين كابتن معاودة التعافي إن شاء الله وبدء التعافي إن شاء الله من جائحة كورونا على الجميع من قطاع الاقتصاد نتمنى دعم أكثر إن شاء الله للرياضة بشكل عام وكرة لنقدم اللعبة الشعبية الأولى الحمد لله يعني هاي الاتفاقية كانت مهمة وبتوقيت مهم بس إن شاء الله يعني الأندية تتمنى وكل العاملين بالوسط الرياضي إنه إن شاء الله مزيد من التعاقدات ومزيد من الدعم يعني مزيد من إبرام يعني التفاقيات وشركات تعود بالنفع بالنهاية بالنفع لمصلحة الكرة الأردنية يعني أي شيء بيكون في الاتحاد الأردني كرة القدم رح يخدم الأندية وبالنهاية كله بيرجع للمدخبات الوطنية ولا التطور على المستوى كامل المنظوم إن شاء الله إن شاء الله طب الآن نذهب إلى فريق الأهل يعني بعد حديث عن مراسم القرعة والاتفاقية نذهب إلى النادى أهل اللي عاد إلى مكانه الطبيعي بين الكبار هذا الموسم كابتنى عماد تم تجديد الثقة بك كمدير فني للفريق بعد نجاحك بقيادة الفريق من جديد للعودة إلى عالم الكبار كيف الأجواء نتابع لقطات من الحصة التدريبية الإحدى الحصة التدريبية للفريق أهلي كيف الأجواء كابتن عماد ونعرف أنه في تدرج بالأهداف الموسم الماضي كان لكم هدف الآن في هدف موسم التالي في هدف نعم حدثنا كابتنى عن تعذراتكو اللي قال الموسم الجديد نعم بدي أبدأ من عندي الأهداف نعم يعني فعلا إحنا كان الموسم الماضي يعني باتفاق مع المجلس الإدارة واللزمة الرياضية إنه مرحلة سمناها الصعود الذكي نعم اللي هو نبني عليه مباشرة الموسم البعد والموسم هذا الحالي الحالي نعم إحنا عنا اللي هو الثبات مع التمييز نعم 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 لكن بصراحة كنادي أهلي وكتاريخ وكعراقة بيخلينا تحت مسئولية وضغط إنه نحقق إشي يليق بسمعة النادي الأهلي فأكيد التفكير مع استقطابات اللاعبين اللي حصلت مع العناصر الموجودة معنا من الموسم الماضي وموجود معنا بصراحة أربع لعبين من المنتخب الأولمبي وموجود معنا كمان تم استقطاب عناصر مثل إبراهيم الجوابرة عاد إلى بيته القديم عاد إلى بيته القديم وتم استقطاب المهاجم اللي كان صراحة الداف على آخر موسمين خلد الدردور نعم وكمان في كان عندنا استقطاب كثير مهم بالنسبة لنا سنة جعارة إحنا شايفين إنه هذا اللاعب قدم في أخذ ثلاث سنوات مواسم ممتازة قد يكون موسم استثنائي مع الأهلي وتم استقطاب لاعب بمركز ظهير يمين نيازا غراب لك مع نادي معان يعني تعاقدات نوعية كابتن تعاقدات نوعية بالمراكز لأنه يعني بصراحة أوش بنشكر الإدارة على تجديد الثقة لكن لما الاستقرار الفني بيختصر على الأندية كثير أمور يعني هس إحنا لأنه نفس الفكر ونفس العمل فكانت الاستقطابات نوعا ما يعني ذكية ومعنا وقت وبراحتنا المحترفين كابتن أمان؟ المحترفين لحد الآن تم التوقيع مع لاعب أوزبكي بلعب بمركز الوسط وتم الاتفاق مع لاعب بلعب في قلب الدفاع من ساحل عاج والآن بصدد إن شاء الله قريبا الاتفاق مع محترف مهاجم مهاجم يعني بثلاث مراكز دفاع وسط وهجوم خلنا نذهب لمقابلات مع بعض اللاعبي ثم نعود إلى كابتن أمان لقاءات وجدت مع بعض اللاعبي فريق الأهلي عن نظرتهم وتحذيراتهم لموسم الكروي الجديد النادي والإدارة ومدربين كلهم ما عم بقصروا معنا وعم بحاولوا نطلع بأفضل صورة حتى من مداية الدرع ومع إنهم بطولة تحضيرية بس بدنا نحاول نقدم فيها نورج لناس شو عنا وإن شاء الله بدل دوري بيبين النادي الأهلي بشكل جديد أرجعت لبيت الأهلي الموسم هذا وطبعا فيه استعدادات كثير قوية للنادي الأهلي إن شاء الله راح يكونوا من ضمن المنافسين ومن ضمن الأربعة في المقدمة بإذن الله نويين على شغل محترم جابين لعبين مميزين عندهم لعبين طالعين ناشئين ممتازين جدا فيعني المنظومة بشكل عام مميزة جدا عشان يعني نعمل موسم استثنائي بإذن الله استعداداتنا كويسة إن شاء الله يعني طمحين ينؤدي أداء كويس وهين إن شاء الله بنشتغل تمارين بدنية وفنية مع الكابتن عماد وإن شاء الله يكون موسم يليقه باسم النادي الأهلي كابتن الدرع على أبواب معنات أجل تسبوع لكن على أبواب تتبر ماذا تريد من بطولة الدرع وهل توقيتها وقامتها في ملعب الأمير محمد في الزرقاء هل يخدم الإعداد المثالي لك وأيضا بقية الفرق من وجهة نظري كنظام كبطولة ممتاز يعني النظام أنك تلاعب 11 مباراة قد مفصل دوري ممتاز جدا لأعداد الفرق وأعطاء فرص للمدرب ولا اللاعب يعني المدرب عشان يطبق الفكر والأسلوب يحتاج لهم بريات رسمية وبالأخص لما يكون عندك لاعبين مميزين لكن بأعمار منتخب العلمبي أو منتخب الشباب تحتاج لهم بريات على مستوى المنافسة فكن نظام بطولة بالعكس نظام ممتاز ويساعد كثير في تجهيز الفرق حتى فرصة لاستكشاف المحترفين كابتن عماد 100 مية أي لاعب محترف يعني تعرف المحترفين فيه بس أتوقع الفترة هاي الأندية لما كان عندنا احنا توقف أغلب البطولات في المنطقة كانت مقامة فأغلب الأندية كانت تتابع اللاعبين في المباريات الاستطابات كانت من متابعة المباريات مش فيديوهات أو اليوتيوب لأنه كان الدور السوري لسا للآن مقام الدور العراقي لسا مقام الدور الليبي لسا مقام فهي الدوريات يعني إن شاء الله في محاولة لتجنب أقطاع المواسم الماضي بموضوع المحترفين كابتن عماد 100 مية إن شاء الله توفيق لكم كابتن عماد رشاد وإن شاء الله إحنا سنكون متواصلين في برابجنا القادمة إن شاء الله بتركيز وترسيلة الضوء عن رحضيرات أنديتنا للموسم الآن الجديد الله يعطيك العافية إن شاء الله يتم تحقيق الأهداف اللي وضعتوها هذا الموسم موسم أيضا القادم إن شاء الله هيا قلتك بنا الله يعطيك العافية